والان جولة صحفية حول تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها التاسع والعشرين بعد المئة ونبدأ جولتنا من صحيفة والستريت جورنال التي نشرت تقريرا بعنوان في تحدي لبايدن نتنياهو يشدد على خطته للقتال في رفح وذكت الصحيفة ان الرئيس بايدن ومساعدي يقتربون من القطيعة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي مشيرة الى ان نتنياهو يركز على نجاته السياسية مستبعدا اي هدف اخر وقالت الصحيفة ان تصميم نتنياهو على تدمير القوة العسكرية لحركة حماس يتعارض مع المخاوف المتزايدة داخل البيت الابيض من ان العمليات العسكرية الاسرائيلية ستفضي الى كارثة انسانية دون التوصل الى حل واضح ولفتت الصحيفة الى ان بايدن يواجه ضغوطا متزايدة لا سيما من الجناح اليسارية لحزبه لتخفيف دعمه لاسرائيل وانهاء حرب غزة في وقت تتزايد فيه مخاوف الادارة الامريكية من فقدان دعم الناخبين في ميتشجن وهي ولاية محورية لامال بايدن في البقاء داخل البيت الابيض ننتقل الى صحيفة فينانشال تايمز والتي نشرت تقريرا بعنوان بايدن يقول ان اسرائيل يجب ان تكون لديها خطة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في رفح ونقلت الصحيفة تحذيرات الرئيس الامريكي بايدن لاسرائيل من الحاجة الى خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين قبل المضي قدما في شن عملية عسكرية جديدة على مدينة رفح جنوبي القطاع واكدت الصحيفة ان بايدن اصدر هذا التحذير خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اسرائيل في احدث مؤشر على عدم ارتياح واشنطن بشأن ادارة الحرب ضد حماس وبحسب البيت الابيض دعا بايدن الى خطوات عاجلة ومحددة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية للمدنيين مشددا على ان العملية العسكرية في رفح ينبغي ان لا تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ من اجل سلامة المدنيين الذين نزحوا اليها للنجاة من الحرب الدائرة داخل القطاع ونقرأ من صحيفة هارتس مقالا للكاتب جدعون ليفي بعنوان التوغل الاسرائيلي في رفح سيؤدي الى كارثة انسانية غير مسبوقة ويحذر الكاتب من مغبة عملية برية وشيكة على رفح قائلا انه من المستحيل ان تجداح اسرائيل رفح الان دون ارتكاب جرائم حرب فاذا دخل جيش اسرائيل المدينة فسوف تتحول الى مقبرة وقال الكاتب ان كل ما يمكن فعله الان هو المطالبة بعدم اجتياح رفح وذلك لان التوغل الاسرائيلي سيكون هجوما على اكبر مخيم للنازحين في العالم وسوف يجر جيش اسرائيل الى ارتكاب جرائم حرب خطيرة ولفتت الصحيفة الى انه لا يوجد مكان يستوعب الملايين من النازحين حال اجلائهم فقطاع غزة مضمر ولم يعد هناك مكان يذهبون اليه ومن ثم سنصبح امام كارثة انسانية غير مسبوقة الآن نرحب بضيفنا من عمان محمد ابو غوش الكبير العسكري والاستراتيجي اهلا بحديث معنا سيد محمد ما تقوله وورد ثريت جورنل من ان نتنياهو يشدد على خطته للقتال في رفح وا 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 عسكريا سيد محمد عسكريا اسألك هل يستطيع نتنياهو ان يدخل رفح ويتحمل التبعات مساء خير لك وللمشاهدين الكرام نعم يستطيع هذا الرجل مجرم وفنان حرب لا نريد ادلة ولا نريد براهين على المجازر التي قام بها في غزة في ثلاث اشهر الماضية او فيما سبق فتاريخه مدرج بالدماء وبالفضائح وبكل انواع الاجرام في الشعب الفلسطيني ما نريد ان نضيف على ذلك ان الولايات المتحدة تعطيه الضوء الاخضر او لا تعطيه هو لا لن ولا يسمع للادارة الامريكية كون ان الادارة الامريكية هي ايضا من يأخذ الاوامر من جهات اعلى موجودين في العالم لا نريد الدخول في هذا الموضوع لم افهم الجملة الاخيرة سيد محمد لم افهم هذه الجملة الاخيرة يعني الجملة انه يأخذ الجملة الاخيرة انه يأخذ تعليمات من جهات اعلى من الولايات المتحدة الامريكية نعم هناك مصالح عليا لبعض العائلات اليهودية المتنفذة في العالم ولا نريد ان نخوض في هذا الموضوع كما ذكرت لانه سنخرج عن سياق طيب تحدثنا عن ما يقال عن الماسونية وما شايفة طيب فهمت كلامك يا سيد محمد انما عسكريا مرة اخرى اسألك ما هي التبعات دخول قوة عسكرية مدرعات دعنا نقول مثلا كتيبة لمكان به مليون ونصف تقريبا من البشر ما هي التبعات عسكرية التبعات العسكرية شاهدناها من اليوم الاول مجازر في الاطفال والنساء والشيوخ تدمير كامل لمساكن الشعب الفلسطيني سواء كانت مستشفيات سواء كانت مدارس او مساكن شعبية للشعب نفسه هم لم يستطيعوا ان يجدوا مقاتلي حماس او العثور عليهم منذ البداية ولغاية الان وجدوا بعض الانفاق واعلنوا فيها نصرا مؤذرا انهم استطاعوا ان يجدوا نفق او اثنين من اصل ستمية كيلو متر من الانفاق تحت الارض والان يريدون انهاء صفقة القرن ويريدون انهاء القضية الفلسطينية الهدف الاكبر في موضوع غزة هو انهاء القضية الفلسطينية حشر هؤلاء الملايين مليون ونص على حدود مصر وبدء القصف سيكون امام مصر قضايا انسانية اخلاقية اما ان تفتح المعابر وتسمح لهم بالدخول وبالتالي انهاء وجود الشعب الفلسطيني بمعظمه او بنسب كبيرة داخل غزة واغلاق البوابة واسرائيل لا تأبه لا بالمجلس الامن الدولي ولا بالمحكمة الدولية ولا بقرارات الجمعيات الانسانية ولا غيرها هذه دولة عبارة عن مجرمي حرب منذ البداية منذ عام 1948 مع تكوين هذا الكيان الغاصب بدأت حياته اسرائيل بالقتل والاغتصاب والمجازر وما الى ذلك ولكن هل هناك مجال للتدخل العربي الصامت القاتل لا يوجد لان كله متفق عليه وهناك كلام على ما بعد غزة وما بعد الحرب هم لا يناقشون ابادة شعب كامل بجريمة لا يسبق لها التاريخ اي مثيل ابادة جماعية للشعب الفلسطيني هم لا يريدون ان يتحدثوا عن ذلك واذا اردت ان تسأل عن السياسة الامريكية او ما يشاع وما يقال على الوسائل الاعلام فهي عبارة عن فقاعات اعلامية للتغطية على الجريم الاكبر اذا اردنا ان نشير باصابعنا الى المتهم الاول فهو الرئيس الامريكي بايدن الذي وضع جسرا جويا لنقل العتاد والعسكر الى اسرائيل للمساعدة في الابادة يعني لم يكن هناك متهم اسرائيلي الاسرائيلي هو مجرم بحد ذاته لذلك يعني زي الكافر شو ما عملت فليس بعد الكفر دم طيب ولكن الرئيس الامريكي ويواجه ناو الانتخابات ويريد ان يدخل المعترك الانتخابي بصفحة بيضاء ولكنها ملطقة بالدماء وعلى يديه اعطى اسرائيل كل ما تريد وكل ما ترى من الجعجع الاعلامية وغير اعلامية هذا كلام لا يمت الحقيقة بالصلاة نحن نعلم ان الاعلام في الغرب وتحديدا الولايات المتحدة مسيطر عليه من قبل الجماعات وجماعات الضغط الصهيونية ولن يكون هناك رأي للرئيس الامريكي بجانب ما قررته الوكالات اليهودية حول العالم بانها ستفعل في غزة والدور الباقي على الضفة الغربية وعلى جنوب لبنان وما سيجر من ذلك من احداث طيب اسمحل يا سيد محمد نحن عادة نرحب باي طرح بمختلف وجهات النظر عادة يعني في النهاية حادثك ضيفنا على شاشة الغد تطرح ما تريد من وجهات نظر انما في وسط الكلام حادثك بتلقي الينا بقنابل في وسط الكلام يعني هنا تحدثنا عن ان ما تم هو شيء متفق عليه هذه جملة لاجب ان تمر مرور الكرام ففقط ادعوك يعني ادعوك تعلق لي حتى توضحها لمن يتابعنا فقط اذكرك واتذكر معك ان لنا الظواهر لنا الظواهر ولله الضمائر لا نعلم ما في النوايا لما لنا التحركات ولنا الصعاب ونعلم الاقليم ما به وما عليه تفضل معنا ثلاثون ثانية في هذه النقطة تفضل ماشي اريد ان اسألك سؤال الصمت القاتل الدولي العربي والاسلامي والدولي ويوميا غزت تنزف دماء بقوله ادير بالك على المدنيين بايدن يقول لنتنياهو خذ بالك من المدنيين يوميا يقتل مئة ومئة وخمسين ومئتين يعني هل ان السياسة الامريكية عمياء السياسة الامريكية منذ عام الف وتممية واثنين وثلاثين كما اذكر وقانون مونرو ماذا يقول يقول بان على امريكا الحفاظ على الهيمن الامريكية في النصف الغربي من الكرة الارضية يجب ان يكون لها سيطرة وبايدن اعلن وبلسانه قال لو لم تكن اسرائيل لأوجدناها فماذا تقرأ بقوله شو ضايل ماذا بقي للعرب والمسلمين ان يقولوا بعد ذلك اذا نحن يجب ان نقبل بالامر الواقع ونسلم بما قاله بايدن ام علينا ان نحارب ما قاله بايدن ونحارب ما تفعله اسرائيل هذا عار علينا اننا بقينا في صمت قاتل واخواننا يقتلون في غزة يوميا اين الجيوش العربية التي تجيشت منذ عشرات السنين والمليارات الدولارات التي انفقتها اعتقد انها موجهة للعرب اتفقنا على اليمن فضربنا اليمن اتفقنا على سوريا فارسلنا القوات وارسلنا الجيوش طيب والان لم نتفق على غزة سؤال يا استاذ محمد ما هو السبب هل يستطيع طيب اسمح لي هل تريد ان تقول جملة نهائية تفضل جملة نهائية فقط يعني نعم طيب اسألك اذا طيب الان سؤال يا سيد محمد وانت ادرى منا بشؤون العسكرية يعني حرب جديدة في المنطقة في منتهى البساطة اسألك يعني بعد وجود حاملتي طائرات امريكيتين وبوارج فرنسية وغربية وغواصة وواوا هل ستكون بمثابة الحرب العالمية الثالثة حرب النووية لا لا مستبعد الحرب النووية لاننا نرى الصين وروسيا في حالة من الترقب فقط وادلاء التصريحات الدول العربية لن تحارب امريكا ولن تحارب اسرائيل الا من رحم ربي وتغير الوضع اعطيني قوة عسكرية غير حماس وحزب الله تستطيع ان تهدد اسرائيل ولو بصاروخ لا يوجد اسرائيل تنعم بالامن والامان رغم هذا العدد الهائل من القتلى ومن الدماء التي تسيل على الارض المعركة هل نريد ان نقول ان هناك سلاح موازي للسلاح الاسرائيلي في الحرب هذه لا يوجد هل ان اسرائيلي ام الامريكي سيد محمد الامريكي والاسرائيلي شيء واحد لا نريد ان نفصل إذا ذكرت الولايات المتحدة فأنت تذكر اسرائيل معها واذا ذكرت اسرائيل فأنت تذكر الولايات المتحدة اريد ان اجاوب على موضوع حاملات الطائرات حاملات الطائرات لمن؟ لاطفال ونساء غزة لماذا أرسلت الولايات المتحدة هذه الحاملات وبالأخير خجلا ومن الداخل الأمريكي وليست من العرب أو من المسلمين أو من من يكن سحبت حاملة الطائرات الكبيرة فورد لأنه لا يوجد سبب وجيه مقابل هذه الحاملة بدها جيش كامل للعتاد والعدة لقتالها وماذا يوجد في غزة يوجد مقاتلين بأسلحة بدائية لكن كانت المؤامرة على النساء والشيوخ والأطفال ليس هناك مؤامرة على مجموعة ولو كانت أربعين ألف كما يقولون من المجاهدين لا يوجد قوة عسكرية تهدد إسرائيل تمتلك الجو وتمتلك البحر وتمتلك الأرض وتمتلك كل شيء ولا يهمك بعض المعارك البسيطة التي ينتصر فيها المجاهدون ونراها على شاشات التلفاز المعركة محسومة ومعروفة يريدون إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة طيب هل تسمح لنا أن نواصل جولتنا سيد محمد وسنعود إليك بالتأكيد لأن هذه الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أربعة أشهر ويزيد على ذلك ما زالت تحظى بالفعل باهتمامات الكثير من الصحف الآن نتحول مباشرة إلى نواصل جولتنا من الواشنطن بوست تقريبا والتي اهتمت بعناوين عديدة في الواشنطن بوست سنجد مقالا للكاتبة كارين دي يونغ والتي قالت تحت عنوان بايدن يضغط على نتنياهو بشأن خطة إطلاق صراح المحتجزين وحماية المدنيين في رفح وتقول الكاتبة أن بايدن أجل اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل هو الأول منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وسط تساعد المخاوف بشأن خطة إسرائيل لشن عملية عسكرية كبيرة في رفح حيث يحتمي نحو مليون واربعمائة ألف مدني من القتال المستمر مباشرة ننتقل إلى نيورك تايمز التي نشرت مقالا بعنوان الشيوخ الأمريكي يقترب من إقرار مشروع قانون بخصوص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا والحزمة تقدر بخمسة وتسعين مليارا وأربعمائة وثلاثين مليون دولار وتظهر تعاونا وفق محللين بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغم معارضة أعضاء محافظين من الجمهوريين لها الكاتب ألن فريشن نشر مقالا في صحيفة لوموند الفرنسية بعنوان الديمقراطية الغربية تتراجع وتفقد قيمتها وأوضح الكاتب أن الديمقراطية الغربية فقدت قدرتها على التأثير تحت وطأة الضربات التي يتلقاها الغرب نتيجة خياناتهم المتكررة لمبادئها والتي كشفت عنها حرب غزة أما وكالة تابلونبيرغ فنشرت مقالا بعنوان الدين في إسرائيل هذا العام سيقفز بمقدار الثلث تقريبا عن عام 2023 وذكرت الوكالة أن إجمالي الديون في إسرائيل هذا العام سيبلغ مئتين وعشرة مليارات شيكل أي ما يعادل خمسة وثمانين مليار دولار صحيفة الأيام نشرت مقالا للكاتب طلال عوكل بعنوان نتنياهو لا يمانع أن تكون حربا عالمية ويقول الكاتب أن نتنياهو لا يزال يسر على تحقيق نصر رغم استحالة ذلك ورغم تأكيد الغرب الآن أنه لا يوجد أمن واستقرار لإسرائيل إلا بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني نتحول إلى معارف ومنها نقرأ بعنوان الجيش الإسرائيلي يسرق أكثر من 54 مليون دولار من غزة وكشفت الصحيفة عن أن قوات من جيش إسرائيل استولت قبل أسبوع على نحو 54 مليون دولار بعد اقتحامها بنك فلسطين في مدينة غزة ويقول محللون أنه إلى جانب الجرائم بحق المدنيين وإعدام الأسرة يقوم جنود إسرائيليون بعمليات سارقة لكل ما هو ثامين داخل القطاع ويأتي ذلك فيما يقف الفلسطينيون على حافة المجاعة وسط عمليات إبادة جماعية ومخاوف من عملية عسكرية برية وشيكة على مدينة رفح نتحول إلى صحيفة إزرائيل هيوم والتي بها تقرير بعنوان ضابط مخابرات إسرائيلية يقول إن حماس أنجزت عملية تجسس عميقة ضد الجيش قبل السابع من أكتوبر ونقلت الصحيفة تصريحات لضابط سابق في الاستخبارات العسكرية بأن ثم تقلقا كبيرا من تعرض جيش إسرائيل لعمليات تجسس مضادة عميقة من حركة حماس وذلك قبل اندلاع حرب غزة وذكر الضابط أن قوات النغبة التابعة لحماس كانت بحوزتها معلومات عن مواقع سرية وأن ذلك يحتم على إسرائيل معرفة كيف وصلت تلك المعلومات إليها وأكت الضابط أن وصول حماس لهذه المعلومات السرية للغاية يشكل إخفاقا استخباراتيا مزدوجا لجهاز الشاباك والذي كان ينبغي له جمع معلومات حول خطة حماس لكنه أخفق في القيام بذلك نعود إلى ضيفنا من عمان سيد محمد أبو غوش الخبيل العسكري ما تقوله معاريف سيد محمد من أن جيش إسرائيل سرق أربعة وخمسين مليون دولار وسرق كل ما هو ثمين بشكل تلقائع عادة مثل هذه الأفعال يعني توصف بأي من الجيوش يعني إسرائيل سرقت وطنا سرقت فلسطين من أقل من مئة عام حوالي تلاتة وسبعين عام فسرقة أربعة وخمسين مليون أو سرقة مئة مليون لن تضيف ولن تغير في من هم اليهود مش اليهود من هم الصهاينة أريد أن أقول بأن الحرب الدائرة الآن في غزة هي حرب دينية أكثر منها سياسية وأمنية كما تدعي إسرائيل إسرائيل تعلم الحق وتعرف ما هو الحق وأمريكا تعلم الحق وتدري ما هو الحق ولكنهم لديهم تعليمات من التوراتيين يجب أن يهدم المسجد الأقصى ويجب أن يقوم الهيكل ويجب تشريد الشعب الفلسطيني وهذا الشعب الفلسطيني يدقت في التاريخ وفي جذور التاريخ عميقا من أيام القرآن وبداية القرآن وقبل سيدنا محمد وقبل عيسى وموسى من أيام موسى عندما قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها ما دام فيها وكانوا يقصدون اليابوسيين وهم بداية الشعب الفلسطيني وهم الآن من يقاتلون ومن يحررون ويستشهدون في غزة وفي غير غزة أمريكا تعلم مئة بالمئة من هو العدو ولذلك الحرب هذه توراتية أكثر منها حرب أمنية يستطيعون إبرام اتفاقيات مع حماس لفترات طويلة بالنسبة للأمن والأمان ولكنهم يريدون من النيل إلى الفرات وهذا ما سيتم بعد غزة لا سمح الله يريدون الوصول إلى نهر الفرات وإلى منابع النيل ونهر النيل وهذا ما يقولونه وليس عبارة عن كلام جرائد إنما هي خطيئة أشكرك سيد محمد لدينا ترتيبات على رأس الساعة أعتذر منك بشدة عذرا على المقاطعة محمد أبو غوش الخبيل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك